الأطعمة العضوية أول بيسموها أورغانيك وصرنا نشوفها دائما بالأسواق أو نسمع عنها بس معظم الناس ما بعرفوا يميزوها بين إذا أنا أشتري خيار بندورة أورغانيك أو عضوي ومش عضوي شو الفرق بناتهم؟ هل العضوية يعني بتكون إذا كانت على الحيوانات بتكون مربية بطريقة معينة وإذا كانت على الزراعة بتكون مزروعة بطريقة معينة بالزراعة مثلا بدون استخدام أي مواد كيموية بدون استخدام مبيدات حشرية صناعية بدون مستخدام أسمد صناعية وما منستخدم فيها الأطعمة المعدلة وراثيا يعني منزرع الأمح مثلا بس ما بتكون الحبوب معدلة وراثيا شو يعني معدلة وراثيا يعني مغيرين بالجينات معينة عشان تعطي صفات معينة صار في عنا إحنا هلا تعديل الجيني إنه مثلا يزرع وبندورة تستحمل الحرارة الباردة ما تخرب بسرعة إلها فوائد وطبعا ولكن هل ممكن يكون إلها مضارعة الصحة لسه في عليها شوي علامة استفها فالزراعة العضوية هي بهاي الطريقة يعني بشكل مبسط زي زراعة زمان 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 بدون استخدام يعني بنخلي النباتات على راحتها وهذا ممكن يكون إلو آثار إيجابية على البيئة وآثار صحية فهي هي المقصود بإني أنا بدي أخذ خضار عضوية بالنسبة للحيوانات الحيوانات كمان تربى بطريقة طبيعية عادة بدون مثلا إنها يكون بأقفاص يعني بتكون مثلا الحيوانات بترعلى حالها بالحقل ما بتكون حددة بمكان ممعين نفس الشي الدجاج نفس الشي البيض العضوي هاي أولا بدون استخدام الانتيبيوتكس أو المضادات الحيوية وحتى تغذى بأعلاف نباتية طبيعية ما فيها أي مواد كيموية فأكيد بنعكس على طعم اللحوم والدجاج والبيض والخضار والفواكه فيه كمان إلها إيجابيات نعم ولكن اليوم إذا نقول يجب أن نتجه إلى الأطعمة العضوية يعني يجب أن يكون أول خيار أمامنا الأطعمة العضوية هلا إذا بنجاوب هذا الجواب بنحكي مثلا إيش ممكن يكون إنه فوائد إذا أكلت أنا مثلا أطعمة عضوية عشان قدر أجاوبك عادة نعم وعم نشوف طبعا أكيد يعني هذا هو الشكل دايما بكون مكتوب على المنطقة اللي فيها الفواكه والخضار ثمار أورغانيك إنه هذه ثمار عضوية وبدنا ننتبه على شغلة كلمة أورغانيك مثلا إحنا عادة لما نشتري بتروحي على السوبر ماركت من راح تلاحظي بتلاقي فيه رز أورغانيك أو طحين أورغانيك عادة كلمة أورغانيك محددة بقوانين مثلا بأمريكا ببلاد الأوروبية لازم يكونوا ماخدين عليها شهاد المصنع أو المنتج عشان يحكي إنه عضوية يعني ما بيصير نحكي بس نعتمد على حكيه إنه هو عضوي لازم يكون مارك بعدة فحوصات عشان يقدر ياخد الشهاد بالخضار والفواكه كمان هنا عشان يقدر يحط أي شيء أورغانيك أو عضوي لازم يكون ماخد السرتيفيكيشن أو الشهاده إنه هو عضوي هل الإيجابيات وجدوا هل نقدر نحكي بالفيتامينات والمعادن قيمة غذائية مش كتير بتفرق ولكن مثلا وجدت بعض الدراسات إنه الخضار الفواكه فيها نسبة مضادات أكسد شوي أعلى لما تكون عضوية من الغير عضوية فيها نسبة أوميغا ثري أعلى فيها نسبة اللي هي المواد المضادات الأكسد المفيدة للجسم بشكل أعلى ممكن تفيد العضوية للأشخاص اللي عندهم حساسيات خاصة من المبيدات أو المواد الكيموية في كتير ناس عندهم أكزيما وحساسيات ممكن تكون العضوية أحسن لإلهم فهاي من ناحية القيمة الغذائية ولكن المشكلة إنه مش كل حدا يعني عندنا مشكلة بالأطعم العضوية أو الخضار العضوية إنها شوي غالية الثمن لأنه بتعرفي بدهم يزرعوا بظروف معينة ممكن المحصول يخرب ما يستخدموا ممكن المحصول يكون أقل من العضوية الأخرى عشان هيك تكلفتها أعلى فاللي ما بقدر يشتري عضوية بقدر يعمل بعض الخطوات التانية اللي تساعدوا إنه يقلل من ضرر تعرض جسمه للمواد الكيموية المبيدات الحشرية إنه أول إشي نشتري الخضار والفواكه بموسمها هذا كتير بساعد تاني إشي نخسر الخضار والفواكه هذا بيقلل كتير من المبيدات الحشرية اللي ممكن تستخدم في رش الخضار والفواكه وكمان منضطر مرات نقشرها يعني إحنا التأشير أوكي بنحافظ على القشرة عشان الألياف والفيتامينات ولكن تأشير الخضار والفواكه ممكن يقلل تعرضنا للمواد الكيموية إلا فيه إشياء شوي بتضلها جوا فهيضا للأشخاص اللي ما بقدر يشتري عضوي لأنه زي ما بنعرف إنها شوي غالية الثمن نعم أقل سعرات أكتر فيتامينات آه هلا هدولا لما نحكي السعرات لا بتتغير أبدا ولكن الفيتامينات تتغير وتتصير أكتر زي ما حكيت مش الفيتامينات والمعادن بعض الدراسات أشارت إنه مضادات الأكسر في بعض الدراسات إنه إشي بسيط يعني إذا لمش حدا قادر يشتري عضوي وبديشتري الخضار والفواكه بالطريقة التقليدية اللي بقدر يشتري عضوي ممتاز اللي بقدر يزرع عنده بمزرعته ويكون متأكد من عدم استخدامها أي مواد كيموية هذا كتير إشي ممتاز بس كمان عشان كل واقعيين مش كل حدا بقدر لأنه هي غالية الثمن طبعا فاللي ما بقدر بقدر إحنا مننصحه إنه شو يعمل دائما نشتري الخضار والفواكه بموسمها هذا بجنبك إنه إنت تشتري أشياء مستخدم فيها عوامل عشان تقدر تنميها الخضار والفواكه مش بموسمها تقشيرها غسل الخضار والفواكه بشكل كتير منيح عشان يقلل تعرضنا من هاي المواد في بعض الدراسات أشارت كمان إنه أشخاص اللي بتناولوا مثلا أطعمة عضوية بيقلل من مشاكل لها دخل بالحمل الولادة المبكرة حجم البيبي الصغير في بعض الدراسات أشارت إنه هدول السيدات اللي بياخدوا خضار والفواكه عضوية بيقدروا يستفيدوا من هذا الإشي وزي ما حكينا على مستوى أوميغا 3 ببعض والأحماض الدهنية باللحوم والدجاج وكمان عدم تعرضنا للأنتي بايوتكس اللي بتستخدم يعني عادة اللي بيكون الحيوانات لما نشتري إحنا جاج أو لحمة أو كذا بيكون مربة بطريقة عضوية ما بيكون الحيوانات معرضة للأنتي بايوتكس المضادات الحيوية اللي بتستخدم بكثرة نعم شكرا جزيلا لإلك الدكتورة أهلا ودائما ساعدين بوجودك معنا أهلا 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 فيك